مرحبا برج الاسد اهلا فيكم في القراءة العامة هاي القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وايضا القمري ثالث اسبوع ورابع اسبوع الى اخر الشهر الفرق الوحيد اني ما راح احدد بالضبط هل هذا وضع في الوظيفة هل هذا وضع عائلي مع الشريك انت اللي لازم عزيزي تاخذ القراءة وتحدد على اي جانب من حياتك وممكن على كل الجوانب تنطبق هاي القراءة بشكل عام قبل ما ادخل في التارو شان ايه هي طاقة برج الاسد برج الاسد فيه اشخاص انت الاسد انت الملك انت ملك وانك انت بدون مملكة وانك انت ما تملك الكثير انت دائما تكون ملك على شي معين او على شخص معين هنا فيه اشخاص يحاولون ان يعزلونك لما انا كنت قاعدة اترجم الطاقة لجدامي برج الاسد كان دائما يرد على طاقتي ويقول لي انا ما عندي شيء اساسا يعزلوني منه وما عندي شيء اساسا اخسره هنا قاعدتين طاقة برج الاسد اللي خسر الكثير سابقا فيفكر الحين خلاص ما عاد عندي اي شيء اخسره ما عندي مشكلة اني اخاطر اكثر اخاطر اوكي اللي ما تعرفه ان لديك ما زال الكثير لتخسره خصوصا على مستوى النفس انزل فيه اشخاص قاعدين يشوفونك من بعيد وان كنت ما تملك مادة اكثر منهم او سعادة اكثر منهم زواج انجح منهم ولكن شوف القليل اللي في يدك الشيء البسيط اللي في يدك الحين قاعدين يحسدونك عليه ويحاولون يبعدونك عن هذا القليل اللي تملكه وانت هنا في هاي الشهر في رحلة شوي فيها صعوبة رحلتك لان فيه مغريات رح تقدم اليك فيه طعم كذا طعم رح يحاولون يعطونك اياه عشان بتنازل عن شيء مهم انت تملكه ممكن كرامتك ممكن وظيفتك ممكن علاقتك مع ابناء علاقتك مع اصدقاء فيه نوع من اغرائك بالطعم او حتى ممكن يكون رشوة انت اللي اخذ القراءة وهاي الاشخاص بنقلك على شغل برج الاسد هاي الاشخاص اللي طاقتهم ويطالعوا بحف قراءتك هذلين اشخاص في السابق كانوا لاهين عنك كانوا مشغولين بنا صغير او يدهم فترة جدا مبتعدين عنك الحين هما في طاقة رجوع طاقة الحين تفرغنا الى برج الاسد خلنا نرجع له ونشوف شنو قاعد يسوي في حياته نحسب على اللي موجود في حياته وايضا نخلي يخسر اللي موجود هذا الكرت اللي تكرر في اكثر من قراءة Not for you Not for you هذا الكرت يقولي بالذات لك انت ان في الفترة القادمة العزلة لا تخوفك العزلة هي الحل العزلة لان انت عندك هني كأنما شطرنج عندك مجموعة يمين ومجموعة يسار وهني يقولك No لا الرفض رفضك ان انت تنضم الى اي خلاف ممكن في اشخاص مختلفين او يحاولون حتى يجرونك الى خلافهم الخاص يحاولون ان يشتتون انتباهك عن حياتك الخاصة بان يجرونك الى خلاف ممكن يعني مثلا نفرض ان انت عندك مجموعة اصدقاء او مجموعة في العمل انت اهني اشوفك متصالح مع الكل ولكن في اشخاص رح يحاولون ان تقربون منك زيادة عشان انت تنضم الى مجموعاتهم اهني كأنك انت سويسرة اوكي اهني في مجموعة الحلفاء اهني في مجموعة ثانية وعندنا حرب كل واحد يبي سويسرة تنضم الى فريقهم ممكن يكون هذا السيناريو في العمل ممكن يكون في محيط الاسرة ردك انما تبارح مكانك ما تاخذ اي موقف تجاه الخلاف لان اهني اللي قاعد احسه اساسا انت ما راح تستفيد شيء ثاني شيء انت ما يخصك في اللي قاعد يصير اهني كأنه ما احس فيه صراع العمالقة صراع على على الشيء كل واحد يبي يثبت نفسا انه هو صح لا يجرونك الى هاي الغلط اللي قاعد يصير بينهم اوكي لا تنضم لولا احد في الفترة القادمة كل الاشخاص ما راح تكون نيتهم بتقريبك انت صافية انتهم منية شوي سيئة هاي المجموعات كذا مجموعة لان اهني موجود عندنا الهيروفنت كرت برج الثور المأذون مع سبع الخماسيات اهني ممكن حتى يستعملونك عشان او يحاولون مثلا اذا انت صديق مع كذا الشخص بتشوف اثنين منهم مثلا في الفترة القادمة يحاولون يتقربون منك زيادة يخلونك يتغير رايك تغير احترامك لصديق ثالث عندكم او تنقلب يحاولون يخلونك تنقلب او تاخذ موقف من شخص انت هناك انا مم متأكد قاعد تقولي يا برج الاسل هذا الشخص ما اذاني من قبل ما شفت منه اي شيء سيء نعم كانت لي معاه اختلافات ولكن ما اذاني هذين الاشخاص رح يقدونك بشكل شخصي اذا وثقت فيهم هناك انما الطاقة تقولك لا تعطيهم بثقة لا تعطيهم بر الامان ابدا ولا تخليهم لا تسمح لهم ان ياثرون على وجهة نظرك بشخص او بفكرة معينة ممكن عندك فكرة مشروع يحاولون يقولون لك لا مشروعك ما رح ينجح عندك شريك حاولون يراوونك ان شريك موزين او ما رح يعطيك اللي تبي عرفت عندهم طاقة التأثير وان كانت حتى هنا نفرض ان نواياهم زينا ولكن انت عرف مصلحتك مو اهمة نروح الى طاقة الاسبوع اللحظة اللي تكشف لك فيها الامور وتاخذ موقف لكن تاخذ موقف مو للانضمام لمجموعة الف ومجموعة باء ان انت تكون وحيد ملك الغابة هذا الاسبوع يختار ان يكون ملك وحيد بدون حاشية بدون حلفاء بدون حتى قطيع لان كلهم رح تيك منهم اذية عندنا ملك الاكواب مع الخماسيين لما اتشوفوا هني هذا الكرت يتكلم عن القوة العلية اللي احنا نملكها القوة الداخلية ولما تطلع خصوصا مع ملك الاكواب ممكنك تتعامل مع اشخاص برجهم مائي ولكن لما تطلع مع هذا الشخص احس ان هاي طاقتك انت طاقتك رح تزيد خصوصا لما تركز لما تظل ثابت على موقفك في الاسبوع الاول رح تنكشف لك وتصير بسرعة تقدر تعرف نوايا الاشخاص تجاهك فيه اشخاص رح يحاولون يتقربون منك يعرضون عليك شيء انت فيه على مستوى معين قاعد تقول انا ما عندي شيء اخسره او اهم شيء رح يكسبون عن طريق تقربهم لي سطحيا ما رح تقدر تفهم هذا الشيء لان هاي الامور تنفهم بالروحانية بطاقة الحدس بطاقة الاحساس بطاقة الروح شنو قاعدة تقولك مو بطاقة الاشياء المادية انه مادية ما رح يسفيدون مني او ما عندهم طريقة يأذوني فيها لا ثق بالروحانية خلال لان من تسأل نفسك رح يكون انت لعندك الجواب ويمكن فيه شخص ايضا رجل او امرأة شوي اكبر منك في السن اوكي قلبهم عليك في الاسبوع رح ينصحونك لو انت حسيت نفسك شوي مش واثق حسيت نفسك ان هل تصرفك صحيح ولا لا عندك نوع من التساؤل ارجع لهذا الشخص الحكيم اللي انت ثق في وجهة نظره الشخص اللي انت متأكدنا دائما قلبه معاك وسأله بخصوص الموضوع رح تشوف انه فعلا هو نفسه يحذرك من هادلين النوعية من هادلين الاشخاص يحذرك من الانضمام لهم اما انت نفسيا نفسك بروحك رح تعرف هذا الشي اما برجوعك الى شخص اكبر سنن واكثر حكمة منك اوكي ولكن هنا كأنما الطاقة شجعك خلال الاسبوع الثاني ان طاقة هذة ترى الخماسيين هي نفسه طاقة التلاعب طاقة اني انا اظل موجود في نفس المكان اظل احتك مع الاشخاص بشكل سطحي ولكن ما اختار يمكن عندك علاقتين يمكن عندك خيار الف خيار اظل في الزواج اطلع من الزواج اظل في العلاقة اظل في العمل اطلع من العمل الطاقة في الاسبوع الثاني تقولك هذا ليس وقت جيد من أجل أن تاخذ قرار مصيري خلك فيه فيه تراء إحنا دائما نفكر إننا مضطرين نختار إما ألف إما باء شن قاعد الطاقة تقول لك في أول أسبوعين فيه دائما خيار ثالث الخيار الثالث بالنسبة لك أنت إنما تختار لا ألف ولا باء لا تترك الوظيفة ولا حتى أنك تظل فيها طول العمر فيه هنا اللي يسمونها المساحة الرمادية في الحياة اللي أنا أظل لحد إشعار آخر أنا أظل بدل ما أهم يتلاعبون فيني أنا أتلاعب فيهم بدل ما أهم يتحكمون فيني أنا أتحكم فيهم ولكن بطريقة أني أكون صديق لألف وأيضا صديق لباء هنا كأنما يساعدك أو ينصحك التارو أن أنت أخلق لنفسك مساحة من التلاعب ولكن التلاعب الصحي لأن أنت موت تلاعب فيهم أنت هناك أنا ما قاعد تحمي نفسك عن طريق عدم اختيارك لأي مجموعة أو لأي حزب أنزين؟ تكون بين البين هذا طاقة الثانية أسبوع طاقة الثالث أسبوعي يقول لك تغيير في مجرى الرياح في سبب التارو قال لك لا تختار لا يمين ولا يسار مو بس لأن احتمال يأذونك بقول لك ليش سبحان الله هنا كأنما أنت لو كنت اخترت أن تنظم لو اخترت بسرعة أنه مثلا إما تترك الوظيفة إما تبقى لو بسرعة رديت على عرض الزواج لو بسرعة رديت على عرض الحب إما أني أوافق إما أني أرفض الأبيض الموافقة الأسود الرف هنا كأنما في الأسبوع الثالث رح تكتشف أن مهما اخترت ما كنت تملك المعلومات الكافية ما رح كانت تتكشف لك الحقائق بهالكثر من أنك تظل غير مقرر الطاقة تقول لك يا أسد لا تقرر انتظر حتى الأشخاص يراونك لونهم الحقيقي لأن تشوف أنا شكت لك أبيض وأسود صح الحين على طر رح تفكيري حقيهني الحمار الوحشي اللي هو خليط من الأبيض والأسود خليط أوكي فكأنما يمكن حتى تطلع مجموعة ثالثة يطلع خيار ثالث أمامك أفضل من خيار ألف أو بق أو تتكشف لك حتى فعلا حقائق العرض الأول والعرض الثاني حقائق عن هاي للأشخاص ينفرز رح ينفرز الأبيض من الأسود عندك في ثالث أسبوع هاي لأنت حتاج تنتظر حدوثه قبل ما تقرر كأنما هني في ثلاثة السيوف أنت تقول إذا بعضكم رح يتسرع ويختار رح يكون عندكم ندم إذا ما اخترته وسمعته نصيحة التر وظليته بين البينين ما عطيته رد بخصوص هاي الاختيار ما عطيته رد للمجموعة رح تقولون الحمد لله الله سلمنا من كيد الكائدين أو الله ستر أن أنا تخيلوا لأنا وافقت على هاي الزواج طلعت مصيبة كبيرة بخصوص سمعت هذا الشخص مثلا تخيلوا لأنا وافقت على الذهاب والعمل مع هاي الشركة الشركة ما صار لها شهرين ما صار لها فترة بسيطة صار عندها فضيحة كبيرة أو أعلنت إفلاسها أو طاحت أسهمها في تشدي إن مصيبة رح أنت تسلم منها بسبب قرارك لعدم بسبب إن أنت تمسكت بعدم اتخاذ قرار على قولتهم عدم الرد رد هذي هي طاقتك ثلاثة السيوف أنت باختيارك إن إما تصيدك إما ما تصيدك هاي المرحلة مرحلة الندم إذا ما تختار والظل بين البينين ما رح يصيدك الندم رح تحس إن الله سلمك إهني النجمة كرت برج الدلو أحس إهني نفس الشخص ممكن يكون حتى برج هوائي مو مائي ولكن لا تنسى برج الدلو إهني عنده دلو ماء في يدا عنده القدرة على كشف ممكن هذا برج مائي أو هوائي قدتلك ولكن هذا الشخص عنده قدرة على كشف نوايا الأشخاص إن زين أحس إكهني كأنه ما رح تخوف في حديث مع هاي الشخص أوكي اللي قلت لك يعطيك الناصيحة ويساعدك إن أتخيل من الجيد إن أنت يا برج الأسد ما وفقت على هاي العرض وأيضاً إهني أحس إن فيه عرض ثالث عرض ثالث عرض أفضل يأتيك في الطريق يأتيك بنية صافية تحقيق أمنية لأنه عندنا كرت النجمة أمنية تتحقق لك يعني مثلاً نفرض إن أنت إهني سويسرة وصاير حرب بين كذا دولة رح يكون فيه نفس الطائر نفس الخيار الثالث اللي في آخر لحظة في ثالث أسبوع ينتشلك من المعمعة ولكن شنو الشرطة هني الشرطة إن أنت في أول فترة لحد ما يطلع عندك الخيار الثالث ما تقرر بخصوص هذلي الخيارين لأنه ما رح يطلع إلا لما تنتظر إلا لما أنت أصلاً ما تختار فإذا اخترت انضيعت على نفسك هاي الفرصة فرصة رقم ثلاثة رح نسميها هني فرصة رقم ثلاثة الفرصة الأفضل الفرصة اللي أنت تستحقها أوكي ولكن أحس فيها نوع من السرية بتقول لي ليش السرية لأنها ذكرت برج الدلو أنت الأسد الكونتر بارت مالك هو برج الدلو يعني أنت الحزب الحاكم المعارض هو الدلو هو الشخص اللي ما بقول لك يصطدم معاك ولكن هو الشخص اللي قوته تمشي مع قوتك نفس مستوى القوة فكأنما هني رح يأتيك عرض بسرية بهدوء فيه نوع من طاقة الليل في الظلام بهدوء بدون ما حد يدري وإنت توقعه وتوافق عليه أوكي وتختاره بدون ما هذلين الناس أبدا يحسون فيك أو يدرون الظلم وتمسك من ناحيتهم أنه ما تعطيهم قرارة وكلمة نهائية وبالعكس تمشي في دربك ورح يصادفك عرض أفضل ولكن هنا نصيحة خلال الأسبوع الثالث أن أنت تحافظ على سرية وجود هاي العرض في حياتك أوكي الأسبوع الرابع والأخير The Tribe The Tribe القبيلة انضمامك إلى مجموعة إلى وضع إلى أشخاص ما بقولك يساندونك 100 بلمية يساندونك مليون بلمية هنا أنت موجود مع أشخاص معارفين قدرك نبتدي بداية الشهر أشخاص معارفين قدرك أشخاص ما يتمنون لك الخير مع نهاية الشهر إذا مشيت على هاي التسلسل رح تلاقي نفسك بين ناس مو من أهلك مو دم ما في بينكم دم ولكن سبحان الله يخافون عليك أكثر من أهلك هنا نهاية الشهر لحظتك أنت تستغرب إن شلو الناس بهالطريقة قلبهم علي بها الشكل أنا كنت بين أهلي أو كنت في شركتي القديمة وما خافوا عليها الشكل أو شلون الغريب يحبني أكثر من واحد من دمي شي جدي إن رح تنضم إلى أشخاص بعيدين عنك دما ولكن أقرب إلى قلبك مع هاي الكارت عندنا من التارو 96.8 الأكواب وايد أحسي هني طاقة الرحيل خلاص آخر أسبوع من أكتوبر أنت خلاص وقعت عقد أو أخذت خيار رقم ثلاثة وتمشي فيه تمشي فيه بطريقة هذا أيضا المشي بهدوء أننا نفرض أنها وظيفة وانتو بعد طبق نفس الشيء إذا كان أهو عرض زواج من شخصين مختلفين في بداية الشهر أنت الظلم وصر أنه ما تاخذ خيار الظلم وصر على طاقة معلقهم ما تعطيهم قرار لحد ما نصل إلى نهاية الشهر يطلع لك خيار رقم ثلاثة تطلع لك عرض وظيفة رقم ثلاثة أفضل وأحسن وأصفى هنا يحرصك في نهاية الشهر على أن يتم انتقالك إلى هذا البيت الجديد إلى هذه الوظيفة الجديدة إلى هذه العلاقة الجديدة بكل هدوء القارب في وسط الماء في وسط المحيط ما يسوي أي نوع من الضوضاء هدوء وإذا تشوف الأشخاص شولوا لابسين لابسين نوع من الرداء فيه انتقال نفسي هنا طاقة النجمة تتبعها طاقة انتقال بدون ما يحسون فيك لأن هنا الأشخاص إذا حسوا فيك كأنهم عدوان فيه أشخاص هنا ما يبونك تحصل على مرادك ما يبونك تحصل على الشي لأنت استحق نهاية الشهر فأحرص أن أنت تكون مثل المتخفي عميل سري كأنك أنت قاعد تسوي شي غلط بس أنت ما قاعد تسوي شي غلط بس لازم عشان ما يحسونك يتدخلون يخربون عليك محتاج نوع من السرية والرحيل عن مكان ما أحس هنا فيها نقلة إلى دولة إلى منطقة ثانية إلى سكن حتى جديد وكي رح تضطر تترك شي عشان تلتقي بهاي العرض الأفضل على الجهة الثانية وهذا عندنا هنا كرت القبيلة عشان تنضم إلى أشخاص أفضل في رحلة بالضبط هاي الرسالة لأن في رحلة خلال احتمال نهاية شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر رحلة رح تضطر تاخذها بروحك يعني مثلا لو سفر طيارة رح تضطر تسافر بروحك في الطيارة أو تسافر بروحك ماشيا على الأقدام أوكي خصوصا أن أنت ما رح تخبر الناس بالضبط شنو نيتك للسفر هذا الطاقة هنا وتسافر وحيدا أوكي من أجل أن تلتقي في هذاك المكان بالأشخاص اللي يستحقونك بالأشخاص اللي يقولونك يا برج الأسد وينك أنت من زمان اللي يقدرونك صح ولكن في نوع من محتاج أن أنت تنتقل وحيدا تسافر وحيدا شي جدي أو تقرر حتى على الأقل وحيدا في نهاية الشهر رح أسحب لك الحين الطاقة الحيوانية فايرفلاي فايرفلاي هذه سمونها اليرقة المضيئة اليراعة المضيئة الفايرفلاي أنصرها هوائي احتمال كبير أنك رح تتعامل مع برج هوائي ولكن البرج الهوائي هو البرج اللي على هاي الجانب اللي طاقته هني قاعدة تصير أوكي اللي قاعد يحاول يسحبك للحياة الأفضل الفايرفلاي هني كأنه ما قاعد يحذرك هاي الطاقة أن أنت مادر ليش سبحان الله كل الأعين رح تكون عليك أي حركة رح تسويها وإن كانت بهدوء رح سبحان الله يحسون بها هاي الأشخاص بدون حتى ما تتواصل معاهم تشوفهم أهم ما تصلوا فيك يبون يعرفون أخبارك كأنهم حسون أو يمكن مسوين لك عمل مسوين طاقة استبصار بخصوصك عشان بسرعة يهم طاقتك يحطون عينهم عليك أن أنت يحرصون أن أنت ما تروح عنهم مكان أوكي أنه ما يخسرونك لصالح شخص أفضل هاي الحشرة ترى تضيء في الليل فأنت لازم تكون هاي الطاقة تحذرك أن أنت تكون حذرة زيادة ساكت زيادة مو واضح أكثر من العادة لا تكون واضح أوكي في انتقالك إلى هذي المكان الجديد إلى هاي العلاقة الجديدة إلى هاي العرض الجديد لأن تشوف اليراعة مع أنها جدا حشرة صغيرة لكن ضوءها بسرعة لأن أنت في وسط الظلام لأن أنت عندي فنوع من التوقف حاليا في حياتك فأي حركة يحسونها منك هاي الأشخاص رح يحسون تحت راسك شيء وبعدين يحاولون يصطادون أخبارك يجب أن تكون حذرة زيادة أن يبدو الأسف